نادي الزمالك النهاردة بينهي اتفاقه أو الوصول لتسوية مع المدرب التاريخي لنادي الزمالك هسفالدو فريرة والحقيقة الراجل أبدى مرونة شديدة في طريقة تعامله في الخروج من نادي الزمالك الراجل أراد أن يخرج من الباب الكبير الراجل كان حريص أنه هو يسيب باب مفتوح دايماً ما بينه وما بين جمهور الزمالك النهاردة الموقع الرسمي للنادي بيشكره رجل مدرب عظيم ومدرب لن ينسى أبداً جمهور الزمالك النهاردة تنزل عن جزء كبير جداً من الشرط الجزائي تغديراً منه لحب الجمهور ودعم الجمهور وتعامل المسؤولين معه يعني في كل الأوقات بشكل يعني كان هو فيه علاقة يعني ود كبيرة ما بينه وما بين أبي المرتضى بالذات علاقة ود كبيرة جداً هو وزوجته يعني عندهم علاقة ود كبيرة جداً بأبيل مرتضى على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإنساني قبل ما يبقى على المستوى المهني أو على المستوى العملي وده ساعد كتير في أن الراجل يتنازل عن جزء كبير من مستحقاته طيب إيه اللي بيحصل اللي بيحصل إن الزمالك التفكير الأول وخلي بالك أنا بقول لكم بقى على اللي بيحصل بحقه حقيقي التفكير بالأول هو التعاقب مع مدير فني أجنبي ده يعني التفكير اللي هو بعيد عن مجلس الإدارة التعاقب مع مدير فني أجنبي طبعاً في بعض الأصوات في مجلس الإدارة بتنادي بمدير فني مصري ولو مدير فني مصري هو كابتن خالد جلال ده يعني ده قولاً وحداً يعني كابتن خالد جلال في إجماع عليه إنه هو راجل مدرب محترم وراجل مدرب عنده توازن كبير جداً في شخصيته ومدرب كرة كويس ومدرب يعني كابتن خالد جلال أنا بشوفه دايماً في الفرق اللي مساكها إنه هو مدرب كويس جداً مدرب بيعرف يدير المطشط بشكل كويس وهادي نفسه هادي يعني تعاملوا مع الإعلام كويس في مزايا كتيرة جداً كابتن خالد جلال غير إنه هو طبعاً ابن نادي الزمالك واحد من أبناء الزمالك يعني المشرفين بصراحة الكابتن خالد جلال ولكن الاتجاه الأكبر اللي هو بقى بعيد عن مجلس الإدارة كله هو التعاقد مع مدير فني أجنبي وصاحب الفكرة ده أو صاحب الفكرة دي والمتبني المشروع ده هو أمير مرتضة لأن أمير مرتضة عنده خناعة كبيرة جداً إن لازم يبقى فيه مدير فني أجنبي يطور من اللعيبة اللي موجودة ويبتدي يبني مشروع بتاعه من دلوقتي مايبقاش بيبدأوا من أول الموسم الجديد لأن الفرق ما بين الموسمين أولايل جداً فأنتو عارفين إن إحنا عندنا يعني الشيء تعمى بيت عنا التلحوم مواسم